وجدت الإعلامية اليمنية رندا عكبور نفسها مدفوعة إلى ترك الشاشة الصغيرة كمذيعة تلفزيونية في قناة عدن الفضائية والانتقال إلى الشارع لبيع الورود والأشجار وقد حظيت عكبور بتشجيع واسع من المجتمع العدني الذي تفاعل مع مشروعها كأول فتاة تبيع الورود الطبيعية اعتبرت الإعلامية رندا عكبور أن بيع الورود تجربة جديدة بعيدة عن الإعلام جعلتها تشعر بالراحة النفسية ودعت الإعلامية اليمنية كل مواطني مدينة عدن إلى زراعة الأشجار والشتلات أمام منازلهم لأهميتها في تنقية الهواء من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية فضلا عن منظرها الجمالي اشتركوا في القناة